اشتركوا في القناة فوش الطريقة اني اخلي لغة النظام انجليزية بينما بعض البرامج اللي انا احددها و انا اختارها تكون فيها اللغة العربية فنبدي بالشرح بذل الله كبداية نحتاج انها ندخل السيدية السيدية طبعا ننتظر اللي انت تتحدث السورسات اللي عندنا كلها اضغط طبعا من فوق عليه من ادت بعدها ليسار اد بعدها نكتب السورس طبعا انت راح تضغط add source انا راح اضغط cancel لاني ضعيف السورس اساسا حلوين بعد ما نضيف السورس يا طويل عمر والسلام نروح للبحث ونكتب طبعا نحمله من اي سورس ما يطرق الان وبعد ما حملنا اداة ايفل نختار البرنامج اللي بدنا ان احنا نخليه باللغة العربية بينما لغة الجهاز او لغة النظام في الانجليزية فكمثال انا راح اختار تطبيق سناب شات ندخل الان على السناب شات فمثل ما تشوف السناب عندي بالانجليزي القواعم كلها بالانجليزي فكيف الان راح نعربه فندخل على ايفل بعدها نضغط علامة البيت اللي هي ثاني كلمة من تحتها لليسار فاول ما نضغطها راح افتح للقائمة هذي نختار الكلمة هذي اللي الان مضل له نختارها بعدها باندل بعدها ابليكيشن بعدها نبحث عن اسم السناب شات او تطبيق السناب شات هذو حلوي ندخل على السناب شات سناب شات اب ندور اي ار هذا هي مرفات اللغة العربية فندخل عليه نسوي تحرير نحدد كل شي بعدها نضغط تحت على اليمين تحت على اليمين نضغط علامة المجلد ونختار نسخ بعدها تم ونرجع بعدها ننزل اللغة الجهاز اللي هي اللغة الانجليزية هذ هي ندخل عليها تحرير تحت على اليمين نضغط المجلد ونختار لصق بعدها استبدال الكل بعدها تم نشوف هنا برضو في مجلد ثاني انجليزي فاندخل عليها نفس الحكاية لصق استبدال الكل تم انا راح نقفل الايفل والسناب شات ورح ندخل مرة ثاني على السناب شات هلا مثل ما تشوف القوائم العربية ندخل الاعدادات مثل ما تشوف القوائم العربية بينما انا ما غيرت لغة شرح هذا على كل البرامج راح تضبط معك وهذا كان الشرح لليوم اعطيكم مرة افيا اشتركوا في القناة